موس جبنة البرميزان مع بسكويت البرميزان شايفين الفن فن المطبخ مطاعم مشيلان ريستوران تعالوا نغير ونشوف المطاعم المشيلان أو مطاعم الخمس نجوم أو الفنادق الفي اي بي بتقدم ايه في المطعم بتاعها هنعمل موس حادق من جبنة البرميزان وبسكويت البرميزان اول حاجة هننقع 6 جرام جيلاتينا معهم 30 جرام مية ولو عندك جيلاتينا ورق انقعهم في مية ساعة شويت زيت زيتون واجيب بصلة كبيرة اقطحها برنوازات صغيرة وقلبها لما تتكرمل وتبقى دهبي جميل جدا زي ما انتو شايفين اسيب على النار اول ما تاخد اللون الدهبي الجميل كده اهركنها وبعدين احضر بقية الحاجات احط ستين جرام كريمة فريش او كريمة لباني وطريقة على القناة ستة وستين جرام جبنة كريمي او جبنة فلاديلفيا اتنين جرام زعتر اتنين جرام روزماري وي بعد شوية نحط خمستاشر جرام سويا سوس مش عاوز اقولك بسويهم على النار هادي انا عاوزها تتعتق ادي السويا السوس وقلب كله مع بعضه يطلع في منتهى الجمال والدلال تتعتق وتاخد طبعا الروزماري والزعتر اما يكونوا فريش افضل ما يكون دراي بعد كده هحط دي من شايفين خمسة وي اه خمسين جرام جبنة برمجان وسويه على النار هادي تتعتق كل الشغلانة دي عاوز اقول لكم ان ده اجرام اجرام والله طعمها كنت اعملها الزميلي انهابلوا عليها بعد كده بالهند بلندر او بالمضرب اليدا واللي انتوا شايفين ده انا عامها خالص لمدة 3 دقايق ما قلقش انا عاوز كل الجزائقات فيها تبقى كريمي مليون في المية اضيف الجيلاتينة وهي سخنة وكمل ضرب بالهند بلندر عشان كده بننقع الجيلاتينة اول حاجة وبعدين اصبها في الملد بتاعي طبعا ده حاجة بسيطة بتتقدم في اول الاكل واعمل لكم بقية البسكاويد بص البسكاويد بتاعي اول حاجة هابشور 60 جرام اه 50 جرام جريمة او جبنة برمجانة او برميزان مهم جدا الموازين بالجرام لان ده شغل عالي ما ينفعش فيه معلقة هحط 60 جرام ابيض بيض وادي 45 جرام زبدة سيحة وادي البرمجان او جبنة البرميزان واحط اتنين ونص جرام ملح وادي زي ما نشافين خمسة جرام ترمولين او جلوكوز طريقة عمل الترمولين موجودة على القناة لو مش عارف اكتب لي كومنت واحطها لك مهم جدا عشان كده بقولوكو يا شباب الميزان ضروري للشغل المحترفين طبعا امهاتنا في البيت مش هتقدر تعمل الحاجات دية للأسف لان ده شغل محترفين المول دي نفسه من السيليكون بيبقى غالي بحب عرفكو اه تاخدوا فكرة ادي 30 جرام دقيق وبس يا سيدي اقلب كله بيه الهند بلندر او المضرب اليدوي او الخلاط اليدوي اللي انت شايفينه وتنفع رحوية وتنفع محضر الطعام وينفع اي حاجة بتنعمه وممكن من غيرهم خالص بس يا سيدي هجيب واحد الوينه ده هنعمل دبل فيس بودرة البنجر بجيب البنجر ونجففه وعملينه على الصفحة في الديهيدريتد او لون ودي طبقة في فرمة السيليكون ودي برعاية زيلوس وزيلوس بيوصل لأي مكان في العالم مجانا لمتابعين احمد ابسالان سوتها لمدة 6 داي على 170 وبعدين استنيت لما العجينة بردت خالص لازم تبرد خالص لان لو سخنة الطبقة التانية هتسيح يبقى انا اسمت العجينة نصين نص احمر ونص سادة اول سويت الاحمر خالص سويته في الفرن ل7 دقايق على 170 وبعدين طلعته اول ما يبرد بحط عليه طبقة تاني من العجينة الابيض ودخله تاني 7 دقايق وهيطلع معايا بالشكل ده احطه على عصايا ويبقى عندي اجمل بسكويت وابدأ ارس الطبق بتاعي طبعا انت را عندك ديوف مهمين الستمينيو ده هيجنن لهم الدنيا ولسه هنزلكو لو انتم كتبتولي هنزلكو باية الستمينيو حطيت معايا الصوس بتاع الديمي جلاس وهحط شوية تميتو شيري شابت وبعدين احط ورق ورد ايتابول وانتو لو متابعيني على الصفحة شفتوني وانا وبزرعه في البلكونة عندي وبعد كده البسكويت طبعا تحفة البسكويت بتعمل برمجان والموز بتعمل برمجان وشغلي فاخر من الاخر اتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لامي وابي برحم من قلبك ادخل شوف المطبخ الصحي اللي عندنا فعلا مش عند اي حد لو حسيت ان محتوية ممكن يفيد حد يريد تعمله شير المحتوى الهادف من غير ما تعمله لايك عمره ما ينتشر اشتركوا في القناة